اهلا بحضراتكم ايقاف البرنامج عبر حسابها على موقع الفيسبوك وقالت الحكاية خلصة ايه هي قصة امي اللي تصدرت مواقع التعاصل الاجتماعي كلها للفترة الاخيرة خاصة بعد ما اعلنت عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك عن تقديمها لبرنامج على احدى القناة الفضائية بيخص المرأة والجمال والموضة قبل ما يتم ايقافه. خلينا اقول لكم ان امي هي خبيلي التجميل بتسجل فيديوهات وبتتكلم من خلالها عن شغلها التجميلي بطريقة عفوية وده اللي خلى رواد مواقع التعاصل الاجتماعي والسوشال ميديا ان هم يستخدموا الكلمات بتاعتها وبدأوا بعد فترة يحاولوا الكلام بتاعها والجمل الشهيرة بتاعتها لكوميكس. كوميكس بدأت انتشر بشكل كبير على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها بيتدولها الاصدقاء بينهم وبين بعض يعني بشيء فيه نوع من السخرية. في الفترة الاخيرة حققت امي شهرة وسعة فسجلت مجموعة الفيديوهات من داخل المطبخ في المنزل بتاعها علشان تعلم السيدات الطهي ولاكدت من خلالها ان هي تعلمت فن الطهي من جزهة وبدأ بعد كده يتفاعل مع فيديوهات الطبخ ديت عدد كبير من البنات والسيدات وكل الناس المهتمية بالطبخ. امي عندها سالون تجميل شهير ليه عدة فروع في القاهرة وسكندرية وطنطا وظهرت خلال يعني عدة برامج تلفزيونية لما بدأت تشهر عن طريق الفيديوهات بتاعتها وبدأت الناس تتكلم عنها. وبدأت تتصدر الترند لفترة طويلة فبدأت بعض البرامج التلفزيونية تصدفها. وخلال الفترة الاخيرة صدرها عدد من المشاهير في الصورة. تبتوه هي بتصفف شعر احدى السيدات بمركز تجميل الخاص بياه ولكن اليفي يبدو ان هو ما كانش يعني موفق. فبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداوله الجملة بتاعتها او اليفي اللي هي قالته بشكل فيه نوع من الرفض والاستهجان والاستنكار وأصار جدل واسع بين رواد السوشال ميديا ولكنها لما لقيت الموضوع ووسع منها والدنيا رايحة في اطار مش كويس طلعت واعتزلت ورجعت في كلامها وقالت ان الكلام اللي هي قالته اتاخذ بسوق فهم وان هي اكدت انها ما كانتش تقصد الكلام اللي اتفهم. وقالت نصا حبايب المتابعين بس اللي فاهمين قصدي الصحة. طيب. من عشر الفاتة كمان المتداولة قالت فيها واللي بيتدولها رواد مواقع التواصل اجتماعي الفيسبوك وغيرها من المواقع الاخرى. كانت بتقول في انا مش كافيرة انا اخصائي تجميل بالختم. كان احد يعني ابرز الافهات المنشورة لها واللي تم تدولها على نطاق واسع واسع على مواقع السوشال ميديا منها الفيسبوك. دي كل قصة القصة بامي اللي يعني منذ ظهورها لحد النهاردة تصدرت الترند اكتر من مرة ولكن كل مرة كانت بتتصدر الترند بشكل سلبي. يعني مرة الفي بيثير الجدل بسبب استهجان واستنكار للناس لي اتهموها في ان هي بتحرف كلام من القرآن الكريم ولكنها في النهاية خرجت وقالت جماعنا ما كانش قصدي وكلام اتفهم بشكل قاطئ فسامحوني وان الناس يعني اللي عندي والناس اللي عارفاني والناس اللي بيحبوني هم فهمين قصدي ايه من اللي انا بقوله. ده كان يعني من اكثر الافهات اللي هي طلعت الكلمة فيها واصار جدل. الجدل الاكثر طبعا يعني بعيد لحضراتكم مرة تانية اه للجدل او الامر الاكثر للجدل هو ظهورها على احدى القانوات الفضائية ويعني استعدادها لتقديم برنامج تلفزيوني عن الموضة والجمال وكل ما يخص المرأة بدأ سوشال ميديا يتكلم ويعني بيستنكروا وجودها على الفضائية باعتبرها او حسب كلام الناس ما قالوا انها يعني لا تملك الخبرة الكافية اللي تخليها انها تقدم برنامج اه على احدى القانوات الفضائية وده ايضا اللي يعني خلى اه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بعد الشكاوي الكتير اللي جات له ان هو يقرر ان هو يوقف البرنامج ويحول المسئول القانوني اه عن المخالفات المنسوبة لامي وللقناة الى التحقيق علشان يتوصل الى يعني اه حقيقة ما تم في تلك القضية او تلك القصة اعيد لخضراتكم مرة تانية يعني نص البيان او اه الخبر اللي تم تدوله اه عن يعني اقاف البرنامج وهو قرارة هيئة المكتب بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وقف برنامج ايمي تتوع على قناة الشمس بعد ان تلقى المجلس شكاوي كثيرة او لخارك البرنامج للاكواد الاعلامية ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة وتحويل المسئول القانوني للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة دي كانت كل التفاصيل الخاصة بالغضية بشكركم على وجودكم معانا في تلفزيون اليوم السابع قل معكم احمد جعفري ولا لكواد